اشتركوا في القناة قبل ما نخرج للفاصل الغنيا تحدثنا عن تغرب 500 مليار اليوم خسائل لدي البلديات رقم كبير برشي ما هي تعاني وستنها الكوفيد 19 500 مليار هذا مشكلة هذا لطفي زيتون وزيرة شون محلية هو اللي يقدم الرقم هذا في الأسبوع كيف تشوفوه الرقم هذا وشنية المستقبل في المركز هو سيجيستفيه ومنطقي خطر زيتا كيما نعرف ولا موجود في التقارير كونه 46% من التونسيين فقط يدفعوا ضرائبهم على الأقل في 3 سنين اللي يفاتوا دونك سي نرمال بش البلديات ما تلقاش منين ما تلقاش الموارد اللي هي بالذات ولي نص عليه مجال الجامعة المحلية كونه الحكومة بشتدعم كونه الموارد متاع البلديات تتأتى برانسيبالما من عند الضرائب أما إذا اشتر العبيد مش قاعدة تخلص بتبيع البلديات مش 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 تلقا هو الخامسة مئة مليارة بس بول الكوفيد 19 بس بول الكوفيد 19 بانسير وهذا كله خاطر معانديش زيدة موارد والدولة نتصور مع الكوفيد 19 معاش تلقا من يبجي تجيبال الموارد هذاك علي فتوالي البلديات عبارات تتعمل على اللي عندها موجود على المجتمع المدني اللي قاتوا برنسيبالما في الوضع بتاع الكوفيد 19 ونعود ونرجو لحكاية المساعدات وحكاية المساهمات ومش هذا هو الدور الحقيق بتاع البلديات اللي لوجو عليه ونطمحول ولي نص عليه ولي عملنا على خاطر ومجال جماعة المحل ما هو برنامج لنكون فاعلين فاعلات وشين اللي خدنا نتعلم البلديات موضبين نحكى عليهم برشا لكن لازم نعرف بروحي والجماعية اللي يتمنع هو برنامج لنكون فاعلين وفاعلات بروغرام كونسفتي بلوري اكتور شيف دو فيلم هو صليداري تلايك هو عبارة على شبكة ضم أكثر من ثمانين عضو وشريك من جماعيات تعاونيات جماعات محلية ونقابات يتمثل في ثلاثة أقطاب برنسبال قطب التربية قطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقطب الديمقراطية المحلية والتشاركية اللي نسقوه أنا من جماعية الأوروبية للديمقراطية المحلية ألدى والكشفة التونسية فهو العمل بطبيعة يكون تنمية المهارات والقدرات المناصرة وتشبيك الخبرات في الفترة متاع الكوفيد 19 هذه قامت سوليداري تلايك تمويل تقريبا 15 مبادرة مع البلديات المبادرة لكل ما بين الجماعيات اللي هي الناشطة في وسطها والبلديات في سفيقس مثلا التعقيم البوسطة ومستوسط ستراء في دندين قاموا بصناعة ممر للتعقيم لرواد البلدية المبادرة تضم لكل موجودين في القسرين سيدي بوزي تطاوين من نوبة بن زرت وجربة وإلى غير شفنا أنه من وقت اللي بديت مجال جماعات المحلية وحتى قبل المجتمع المدني كان شريك فاعل حتى على مستوى التصور المسار المركزية اللي هو من أهم المطالب متاع الثورة شفنا عديد البلديات اللي ممكن بالنسبة متفاوتة حسب المجالس البلدية انفتاح كبير على المجتمع المدني وخاصة في الأزمة هذية شفنا عديد مثلا عديد البلديات اللي قامت بإطلاق تطبيقات للمواطنين حكينا عليهم مثلا المرة الفيتت تطبيقة للتعليم عاملتها بلدية قلعة لندلوس تطبيقة للديمقراطية التشاركية عاملتها بلدية جرمدا ويحاديت بالحق نثمن انفتاح البلدية على مختلف مكونات المجتمع المدني خاطر كما كان يحكي سيمون ذل رايد بلدية فيزا في لول المواطن في علاقته بالسلطة يعني كان ما توريش الانفتاح هذي وتكون تجمع ما بين مختلف في الأطراف بش تكون فاعلة أكثر في الخدمة متاحة ما هيش بش تناجمت قادم عالية هنأخذوا الأسئلة مبعضها والتفاعلة مبعض والتفاعل مهو السؤال أما هم طاو ما نحبوش نراو انه مجتمع مدني يخدم في خدمة البلدية معناها من هذي هذي هي الاشكالية اللي طاو نطرحو فيها نحن في تونس يخدم في خدمة الدولة والبلدية والبلدية معناها المجتمع المدني عنده منضاء أخرى عنده رسالة أخرى عنده فكرة أخرى لازم يعملها بالتوازي مع العمل الحكومي والعمل الوزيري والعمل بلدي ودجا من تومها في ألدا ولا في بي سي بي هذي هي الخدمة متاعكم انكم تراقبوا ولا تعاونوا العمل بالتبعى أنا أبلاي خلي نحب نعاود نفهم المجتمع المدني اللي هو وقت اللي صارت مشكلة ملقاوا في الدولة ملقاوا في المجتمع المدني وبالأخص حكيت مثلا وقت اللي بشي يفرق المساعدات قلنا نحنا عليش ما يمشيوش للبلاديات اللي هو ما عندهم السجل متاع الجماعيات الموجودة في كل بلاسة وترافير الجماعيات ينجموا ينظموا العباد ينجموا يحطوهم في بلاس معينين وصار هذا مش في البلاديات مستوى وطني مستوى محلي صار المرة الثانية على دوزيام ربخيس بالمرة الأولى كانت نجم تتعمل بطريقة هذه صارت المشكلة ولو صارت تعاون مع الكشيفة مع الهلال الأحمر سيرتو هما لسهلوا حكيتك منك هنا فيش قولك العمل المجتمع المدني العمل المجتمع المدني بشي قد ديمة في البلاديات المناصرة ويحاول باش يحث هالحكومات كونه تعرف أهمية إصدار الأوامر الترتيبية في وقتها وعلى أقل توامعتش في وقت على خطر عندهم ثلاثة شهور رتار ووصلنا للداتليميت حطوه بالحكومة حطت قالت رانينا 15 فيفر 2019 رانينا نحبط الأوامر الترتيبية لكل مش خطر سيمون داري صحيح مات فيمت من كلمه كونه مهم ياسر الشي اللي نعملو فيه ويتطلب وقت لكن مش تعامل مدني يجي قلهم راسماني ما عندكم كان 15 فيفر 2019 يجب أن تابطوهم من الكل هما لكم وما قالوا احنا حطوه 15 فيفر 2019 بارلا سويد تواعنا عام 3 شهور رتار العام 3 شهور رتار خليوا بلديات ما تعرفش كيف يشتخدم بلديات تدخل في مشاكل معا ولايات كما بلديات المرسل وقت الواحد يعمل قرار هذا مناخر يعطيك الصحة وهذا اللي مش نجي كلي فما تقرير قريتو والله انسيت بالضابطوين ما زلتك قريتو البرح ما انسيت بالضابطوين كونوا قرارات البلدية ونحكي ما نحن على السلطة البلدية معقول انو بلدية تاخو قرار والسلطات الامنية ما تطبقوش ونحن نحن نحكي على السلطة محلية حكيت انت على قرار كونوا ما ثماش قرارات البلدية مش قاعد تترجم على الأرض وقرار ومش رئيس البلدية بش يهبط بش ينفذ القرار لا فما السلطة الشرطة هي لتدخل وتعمل القرار الشرطة البلدية هي اسمها الشرطة بلدية اما هي تابع وزار داخلي معتكي في جهة رئيس بلدية قلها راهو سيدة ذا يعطينيها رخصة متاع خفار بش عندو مترو هو يخرج قدام المحل هو تقام يخذ عشرة متر ومعهم الباركيني قدامهم والشرطة البلدية إذا ما تحبش تدخل ما تدخلش بأي تعلم يعني تكبر وخاصانك يبدو خلينا نقول ها كل صراحة يدى رئيس المنطقة ولا رئيس المركز متعارك هو رئيس متخلفين أقل حاجة ماكش عارف ولا السيدة عندو المحل صاحبه فمتكيفش ومعنى شوف هاي المشاكل هاي المشاكل ينلقا حنا العرض الواقع هاي المشاكل ينصور عنا برشا في تونس وواضحة ومعنى شكل ما نعرفوش مين لازمنا نمشي ولا شنو ولازمنا نعملو أما سيدي ذو مستاكل ما يخليونيش نقدمو يقول لك عنا أوامر ترتيبية أصدر أوامر ترتيبية قلت إذا نعمل صندوق يدعم لمركزية تحط الصندوق نحن نرى كيفية نتعاونه كيفية نتعاونه كيفية نتعاونه نحن نحاوصله أن الوقت تقريبا وفي نعملو هيئات ونعملو وزارات ونعملو قوانين ولكن على أرض الواقع مسألة أخرى بعيدة جدا عشر ثوان نقولك هذا الكل نعملو فيه مبعد تلقى مثلا ميحبوش يدفنو شخص في مكان معين ومعه يدفنو شخص في مكان معين ومعه يدفنو شخص في مكان معين ممكن تقولك مع الوزارة مالحق معنى زادت صعبة المسار المركزية زادت صعبة على خاطر غياب الموارد في الدولة نحن نعاونه على المواطن وعلى المجتمع المدني المحلي بش يدعم البلدية خاصة سياسيا بش أنها تؤدي الدور متاحها مش كان مجتمعي أنا نمن بالمواطن في الفترة هذه نوع من الوعي نجم يدفع الضرائب موارد للبلدية نجم نخدمه في المستقبل البلدية أهم في مجلس النواب على خاطر البلدية هي التي تحسنك وضعيتك وهي التي تحسنك الوضع بحثة دارك ويجب أن تتلها بها وتشارك فيها وتعطي فيها رأيك وتسائلهم على كل شيء يعملوها كيف تحسن وضعيت تونسي؟ شكرا لك عبدالعزيز بوصلحان برنامج لنكون فاعلين فاعلات نور الكعبي وعلي بصوتها عن جامعيتي مشكورين جدا على المتابعة إن شاء الله نكون وحكين على المركزية بكل بواقعيتها إذا هو مشكل كلام الأخر مشكل كلام الأخر ياسين فغالي في الأخبار نتقابل سبت الجاي للقاء